جولتنا اليوم في صخير وقصة شغف مرتبطة بمواجهة الخطر الموت في كل سباق رالي احتمال موجود لكن في نفس الوقت الحافز والمتعة عندي واحد من جيرانه كان هو يمشي مترسي يأكل خاتت من عنده المترسيه كان مرة ومرتين وقمت أسوق وطحت وما أدري شنو تعلقت في السالفة خلاص صارت أهي شغلة وحيدة يعني اللي تونسني وتفرحني موضوعاً أنا أحب المغامرة هاي من زمان عني الموضوع أنا أحب التحدي حتى في حياتي الطبيعية أحب نسبة الخطورة أحس أن شخصيتي هني في هاي لماكن الرالي كل تضاريس للتراب أو الأرضيات الأوفرود موجودة جبال موجودة أرضيات ناعمة موجودة طين موجودة وديان دشين تساعدين جبال شنو في بالت من الأرضيات الرملية موجودة الرالي بايك وزنها تقريباً من 220 إلى 230 كيلو فأنتي قاعد تعافرين ويشاغلة سريعة وقوية وثقيلة أسوأ إصابة كان في داكار 2020 وصدني كسرين في عمود الفقري طرت عن المتارساكل بس رابت كتابها المتارساكل حقاتني كان مراضي أن أنا أؤخر عنها فهياتني وارقعتني في ظاهري فضل من الله وصلت للنهاية ويوم وصلت ركبوني سيارة الإصعاف تهوشت ويا الدكتور أصلاً يقالي أن ظاهرك مكسور وكنت واصل لمرحلة شيء أن أنا خاطرة أمدي أدي عليه بس أنا ما أقدر فقمت أصيح من القاهرة اللي فيني قمت أصيح أن أنا بطلع من السباق ربي لك الحمد والشكر أنا أول بحريني دخل لي الميدالية ورابع عربي والحمد لله قدرت أيبها بس أنا خسارة سنة أتمنى أن يكون لنا اتحاد خاص فينا وإن شاء الله أن الناس اللي تكون مستلمة للاتحاد دي الناس فاهمة في المجال أو لو يكونوا مثلاً متسابقين قداما إن شاء الله الله يبلغني وأقدر أوصل على أساس أن أنا أصير مدرب في ذي المجال وأقدر أفتح مدرسة الإجبال والراملة ذي اللي ما تشوفين شيء أنت بس تراب وأماكن مرتفعة بس اللي يسمونها ديونز بالإنجليزي أنا اللي أكون فوق ذي دايماً أقول جنة متسابق الرؤاليات أحس أن أنا في الجنة هنا رغم أنه بدأ سباق الدراجات النارية بعمر الخمسة وعشرين إلا أن سلمان قدر يثبت نجاحه وصار متسابق الرؤالي الوحيد في البحرين وحصد عدة جوائز عالمية ترجمة نانسي قنقر